بسم الله الرحمن الرحيم وبيناستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد نتحدث عن الخاصية الثالثة من خصائص شركة التضامن وهي عدم جواز انتقال حصة الشريك المتضامن بما أن شركة التضامن من الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي فشخصية الشريك محل الاعتبار إذن لا يجوز لأحد الشركاء أن يدخل مضرة شريك أجنبي جديد على الشركاء القضامة قد لا يقبلوا دخولهم في شراكة مع هذا الشخص نظرا لعدم وجود الاعتبارات الشخصية الموجودة في الشريك المتنزل غير أن هذه القاعدة من القواعد التي لا تتعلق بالنظام العام فيجوز للشركاء الاتفاق في عقد الشركة على ما يخالف ذلك ولكن لا يجوز لهم الاتفاق على مخالفة ذلك دون قيد أو شرط وإنما يجوز لهم أن يخالفوا هذه الخصية بقيود معينة فيجوز الاتفاق على تحديد مجموعة من الأسماء إذا أراد أحد الشركاء أن يبيع حصته أن يبيعها لأحد هؤلاء الأشخاص إما معينين بزواتهم أي بأسمائهم وإما معينين بصفاتهم كأن يقال مثلا إذا أردت أن تبيع حصتك فالتبيعها لأحد أفراد عائلة القحطانيين أو العسيريين أو لأحد المحامين أو لأحد الأطباء وهكذا ولقد أحسن المنظم السعودي في هذا النص حيث أنه إذا توفى أحد الشركاء فإنه يجوز استمرار الشركة مع ورصته القصر بشرط تحويل الشركة إلى شركة توصية بسيطة فنحن الآن أمام حالة توفى فيها أحد الشركاء ونحن نعلم أن وفاة أحد الشركاء من الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء الشركة ولكن إذا رغب الشركاء القدامى في استمرار الشركة مع ورصة الشريك المتوفى فإن هذا يكون من حقهم ولا مانع ولا غوار في ذلك ولكن قد يكون من بين هؤلاء الورصة قاصر فما الحل في هذه الحالة حيث أن شركات التضامن لا يجوز إلا أن تكون ما بين أشخاص بالغين سن الرجد أي بلغوا 18 من عمرهم دون أن يعتريهم عارض أو مانع من موانع الآلية ففي هذه الحالة تتحول شركة التضامن إلى شركة توصية بسيطة يكون الشركاء القصر فيها مسؤولين مسؤولية في حدود حصة رأس المال المقدمة منهم فقط ولا يسألوا في أموالهم الخاصة وتقدر الإشارة في هذا الصدد أنه في حالة حذر التنازل عن الحصة في عقد شركة التضامن فإن الشريك الراغب في التنازل يلجأ إلى ما يعرف باسم اتفاق الرديف فما المقصود باتفاق الرديف اتفاق الرديف هذا يحل فيها الرديف محل الشريك بما له من حقوق وما عليه من التزامات في الشركة غير أن أصار هذا الاتفاق مقتصر على الشريك المتنازل والرديف فلا يكون لهذا الأخير حق التدخل في الإدارة أو المطالبة بالأرباح ولا يحق للأول التنصل من تحمل نصيبه من الخسائر أو من مسؤوليته التضامنية عن ديون الشركة وهذا ما نصت عليه صراحة المدة 18 فقرة 2 من نظام الشركات التجارية السعودي ولا يترتب على قاعدة عدم قابلية الحصص للتداول أي أثر بالنسبة لحق الشريك في حقه رهن حصته فيجوز للشريك رهن حصته حيث أن هذا الرهن لا يعتبر تنازلا عنها ومتى تم الرهن فإن للدائن المرتهن كما لغيره من الدائنين الحجز على هذا الحق عن طريق حجز مال المدين لدى الغير والتنفيذ عليه ببيعه بيعا جبريا غير أن الراسي عليه المزاد لا يكتسب صفة الشريك إلا مبوافقة باقي الشركاء الآخرين فإن لم يقبله فإنه يعتبر رديف ويلاحظ أن الحجز لا يقع على عين الحصة التي قدمها الشريك نظرا لانتقالها لزمة الشركة وإنما يقع على الحقوق المرتبطة بها كالأرباح والنصيب في موجودات الشركة إلى ما غير ذلك أما الخاصية التي تأتي بعد ذلك فهي دخول اسم الشريك المتضامن في عنوان الشركة فيتكون اسم شركة التضامن من أسماء الشركاء المتضامنين أو اسم أحد الشركاء مكرونا بكلمة بقوة شركاء بما ينبئ عن وجود شركاء آخرين ويدرج عادة اسم الشريك الأقصر جذبا للإعتمان أو الأوفر حظا من الشهرة والسمعة التجارية أو الأقصر ملاءة مالية فإن كان عدد الشركاء كبيرا كما ذكرنا يذكر اسم أحد الشركاء وذكر كلمة وشركاء وأساس مسؤولية الشريك المتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها مسؤولية تضامنية في أمواله الخاصة هو ورود اسمه في عنوان الشركة فيكون مسؤولا مسؤولية تضامنية أمام الغير عن ديون الشركة كل أجنبي يدخل ويكون فإذا دخل في عنوان الشركة اسم شخص أجنبي ليس من الشركاء فهل يسأل عن ديون الشركة والتزاماتها أم لا يسأل نعم يسأل عن ديون الشركة والتزاماتها ولكن أساس المسؤولية هنا هي المسؤولية التقصيرية وليس المسؤولية العقدية فيسأل لأنه علم بدخول اسمه في عنوان الشركة وسكت ولكن يستطيع هذا الأجنبي أن يدفع عنه نفس هذه المسؤولية في حالتين الحالة الأولى إذا كان لا يعلم بدخول بورود اسمه في عنوان الشركة فجهله بذلك يعفيه من المسؤولية الحالة الثانية أنه علم بورود اسمه في عنوان الشركة لكنه اعترض على ذلك وسجل هذا الاعتراض ففي هذه الحالة لا يسأل أما إذا علم بورود اسمه وسكت فإن ذلك يعرضه للمسؤولية عن ديون الشركة والتزاماتها ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن ماذا لو توفى أحد الشركاء المتضامنين واختار الشركاء الآخرين الاستمرار في حياة الشركة فهل يجوز أن يبقى اسمه في عنوان الشركة أم يجب حزف هذا الاسم في الحقيقة أنه يجب حزف هذا الاسم من عنوان الشركة لكي لا يظن أحد الأشخاص بأن هذا الشخص ما زال على قيد الحياة ويمكن أن يكون زملاء فيعتمد على أنه سوف يستوفي منه ديونه في حالة عجز الشركة عن السداد ففي هذه الحالة إذا توفى أحد الشركاء واختار الشركاء الآخرين الاستمرار في الشركة فيجب حزف اسمه من عنوان الشركة ولكن أحيانا يكون هذا الشخص المتوفى هو والد الشركاء الآخرين وبرا بهذا الوالد اختار الأولاد أن يبقى اسمه في عنوان الشركة فهل يجوز ذلك؟ نعم يجوز ذلك ولكن بشرط أن يكون هناك عبارة تنبئ عن أن هذا الشخص متوفى كأن يقول ورصت المرحوم فلان فلان